العشرات من ذوي الشهداء اجتمعوا في أول أيام الحظر الجزئي فبعد محاولة تفريقهم من قبل العناصر الأمنية اتحدوا متوجهين لمقر قيادة شرطة البصرة هتافات ومطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام لقتلة الناشطين والإعلاميين الذين أصبحوا اليوم خلف القذبانة رغم الظروف اللي يتعرضونها المحتجين بصورة عامة من خطف واعتقالات واغتيالات وملاحقات اليوم شباب البصرة يجسدون وقفة أخرى ويجسدون ملحمة من ملاحم البطولة ويكررون وقفتهم للمطالبة في الكشف عن قتلة المتظاهرين وبإذن الله مستمرين على هذا المطلب والمطالب الأخرى احيانا ما عدنا نفق متكاملة إلا نشوف الشي بعيني هذا الشيء ما عدنا نفق بالحكمة المحلية إلا نشوف الشي بعيني نشوف المتنافذين بعملية الاقتال الناشطين وشهدين سارة وحسين وسارة أمام الإعلام حدة المطالبات الشعبية بحسب المتظاهرين عادت مجددا ولا تتوقف إلا بجدية القضاء وضبط الأمن بشكل يضمن سلامة المتظاهر والناشط وعناصر السلطة الرابعة فالأيام المقبلة ستشهد استمرار التظاهر السلمي حتى تنفيذ الحكم العادلي بالمتورطين بدماء الأبرياء أنا أطالب رئيس الوزراء الكاظمي أن تكون المحاكمة علنية وأمام الشعب وكشف الرؤوس المدبر خلف هؤلاء خطوة ضغطا جديدة بالتظاهر لتنفيذ الأحكام بحق المتورطين بقتلة الناشطين والإعلامين والمتظاهرين البعض يراها مزايدة انتخابية آخرون يرونها عدالة قضائية من البصر أركان تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر